مرحبا يا أصدقاء أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من The Lighting Hub بفيديو اليوم رح نحكي الفرق الأساسي بين توزيع الإضاءة وتصميم الإضاءة توزيع الإضاءة اللي عادة بيعملوه المقاولين أو مهندسين الكهرباء أو الاستشاريين بشكل عام هو هدفه تحقيق مستوى معين من اللاكس أو اللاكس لفل اللي منسميها حسب المكان أو الفراغ اللي عم نشتغل عليه حسب الكودات اللي معمول فيها بكل بلد أو كل منطقة مع تحقيق اليونيفورمتي أو اللي منسميها تماثل قراءات اللاكس لفل في المكان بدون دراسة أو اهتمام بالعناصر المعمارية أو أسس التصميم اللي المفروض نهتملها بالمقابل تصميم الإضاءة هو استخدام أو توظيف أنواع الإضاءة المختلفة اللي حكينا عنها بفيديوهات قبل بالأعداد أو الكميات الصحيحة حتى انحقق مستويات الإضاءة أو اللاكس لفل اللي بتناسب المكان وبنفس الوقت بطريقة تبرز جمالية التصميم المعماري أو التصميم الداخلي وبتحافظ على السلامة العامة لو اجينا نشرح نقطة نقطة بنبلش باستخدام أو توظيف أنواع الإضاءة المختلفة حكينا من قبل بالفيديوهات الموجودة على القناة اللي رح نحط لكم أكيد الرابط تابعهم عن أنواع وحدات الإنارة المختلفة والعديدة اللي بتختلف بأشكالها باستخدامها بتركيبها وأكيد طبعا هاي الأنواع عم تتطور وعم تتحدث يوم بعد يوم وعم تديد الإبتكارات اللي عم تخلي تصميم الإضاءة بالنسبة لنا يصير فلكسبل أكتر مرن أكتر بتساعدنا لما نختار وحدة الإضاءة اللي بتناسبنا بالتصميم الأعداد أو الكميات الصحيحة اللي حكينا عنها بالتعريف نقدر نحكي أنه الأشخاص غير المختصين بتصميم الإضاءة بلجأوا لاستخدام كميات كبيرة تحديدا من السبوتلايت أو الإضاءات الموجودة بالأسقف اعتقادا منهم أنه هيك عم بيضووا المكان بطريقة كافية وطريقة منيحة ولكن بالحقيقة هاي الطريقة ممكن تكون أول إشي زايدة عن حاجة المكان مزعجة للعين وفيها استهلاك كتير كبير للطاقة من غير أي داعي طبعا ما مننسى أنه كمان هاي الطريقة ما بتاخد بعين الاعتبار أي أسس تصميمية تصميم الإضاءة إحنا منستخدم أعداد مناسبة بطريقة صحيحة بالأنواع المناسبة اللي حكينا عنها من قبل بطريقة محسوبة ومدروسة وحتى نبرز نساعد المكان يطلع بطريقة أفضل وأحلى الجزء الثالث من التصميم اللي حكينا عنه هو تحقيق مستويات الإضاءة اللي بتناسب المكان وبتبرز جماليته كل اللي حكينا من قبل وحتى موضوع توزيع العادي توزيع الإضاءة العادي وتصميم الإضاءة هدفه الأساسي هو تحقيق مستوى إضاءة مناسب حسب المكان حسب الفنكشن اللي عم بينا عمل بالغرفة ولكن الفرق بالتصميم هو تحقيق هذا المستوى من الإضاءة ولكن بطريقة تبرز لي كمان جمالية المكان بتاخد بعين الاعتبار تصميم المعماري التصميم الداخلي كل هاي الأمور بنحطها بعين الاعتبار حتى يصير عندي المشروع مكتمل من جميع الأطراف بمعنى تاني تصميم الإضاءة منركز فيه على عدة تفاصيل بجانب أكيد تحقيق مستوى الإضاءة زي ما قلنا أو اللاكس لفل المناسب منركز فيه على العناصر المعمارية للمشروع على التصميم الداخلي للمشروع ممكن حتى المصمم الداخلي يكون عامل توزيع إضاءة باعتقاده مناسب للمكان ولكن لما تيجي للمختص بالإضاءة ويتفرج على المكان أكيد بيصير فيه عليها تعديلات بحيث يدعم كمان تصميمه الداخلي ويبرزه بطريقة أحلى بهمنا كمان توزيع الأثاث في الفراغ هذا أو في المشروع اللي عم نشتغل عليه أعمار الأشخاص اللي عم بيستخدموا المكان وحتى ممكن تاريخ المرضي للأشخاص اللي عم بيستخدموا المكان يعني ممكن الأشخاص اللي نوعا ما الرؤية عندهم ضعيفة بالعكس إحنا منزيد عندهم الإضاءة منصمم لهم إضاءة بطريقة إنها تكون نسب الإضاءة أعلى بحيث ما يصير فيه فرق عندهم لما يستخدموا المكان أو الغرف اللي خاصة فيهم عوامل عديد كتير بتحكمنا وبتأثر بتوزيع إضاءة المكان أو المشروع اللي عم نشتغل عليه خلينا هلأ نشرح شوية مفاهيم متعلقة بتصميم الإضاءة أول شيء هنحكي عن الامبيينت لايتنج أو كما تسمى الجنرال لايتنج الجنرال لايتنج ببساطة هي الإضاءة العامة في المكان إضاءة تتوزع بشكل متساوي غير محددة ما منوجهها على شيء معين هي بس إضاءة تتوزع في المكان وما بتعطيني حتى أي ضلال أو أي نوع من أنواع الدراما في المكان من أكبر الأمثل عليها هي الإضاءة المخفية أو الكوف لايت نسميها هي إضاءة بتكون حتى إحنا مو شايفين المصدر تبعها بتكون جنرال عامة في المكان بتضويلي المكان بتماثل أو يونيفورمتي كتير عالي النوع الثاني هو الأكسنت لايتنج الأكسنت لايت هي الإضاءة اللي هدفها تبرز شيء معين في التصميم مثلاً عندي لوحة معينة أثاث مميز بدي أياه يكون واضح مثلاً استاتيو أو تمثال موجود عندي بالغرفة أو بالمتحف أو بالمشروع لأنه شغالي عليه حتى ممكن عمود معين في عليه ماتيريا المختلفة تكستر مختلف بدنا نبرزه كل هاي الأشياء والتفاصيل المعمارية والتفاصيل الموجودة بالتصميم الداخلي منكون محتاجين نبرزها وإضاءة تخدمنا بهذا الموضوع الأكسنت لايتنج بعطيني سطوع تقريباً ثلاث مرات أعلى من الإضاءة العامة أو الجنرال لايتنج اللي موجودة بالمكان وشغلة كمان مهمة إنها يفضل إنها تكون متحركة أو أدجستبل زي البروجيكتر مثلاً حتى نقدر نوجهها بطريقة دقيقة على الشيء اللي إحنا بدنا نظهره أهم ميزة للأكسنت لايتنج هي إضافة عنصر الدراما للمكان بمعنى إنه بصير عندي نقطة جذب للنظر أو بنسميها الفوكل بوينت بصير عندي الشيء اللي أنا بدي أبرزه أو أظهره بطريقة أوضح عطول عيني بتنجذب له لإنه الإضاءة عليه أعلى من اللي حواليها وبالتالي الكونترست اللي رح نحكي عنه كمان شوي رح يكون واضح فعطول بيصير الفوكل بوينت هو هذا الشيء اللي إحنا أضعنا من أهم الأمثلة على الأكسنت لايتنج هي الادجستبل سبوت لايتز، البروجيكترز، البيكتر لايت، إضاءات اللوحات والوالووشر النوع الثالث هو التاسك لايتنج التاسك لايتنج هي إضاءة مركزة برضو ولكن هدفها المساعدة في تنفيذ عمل معين أو إنجاز عمل معين مثل القراءة، كتابة، طبخ، دراسة كل هاي التاسك اللي نسميها أو الأعمال تحتاج إضاءة أعلى شوي من اللي حواليها بحيث إنه تساعدني هاي الإضاءة على إنجاز العمل بطريقة أحسن من أهم الأمثلة على التاسك لايتنج هي الريدنج لايت اللي بيكون موجود كتير من اللاحظة بالأتلاد، بالفنادق وطبعاً ببعض المشاريع صنع نشوفها اللي هي الريدنج لايت الإضاءة اللي بجانب السرير اللي هي بتساعد على القراءة في الليل برضو الإضاءة اللي تحت الخزاين المطبخ الـ Under Cabinet Light هاي كمان بتساعد بشكل كبير إنها بتضويلي مكان للطبخ أو التقطيع أو كل هاي الأعمال المتعلقة بالطبخ بطريقة أحسن ليش حكينا عن هدول الثلاث أنواع؟ لأنه من أهم الأشياء بتصميم الإضاءة هي Layering Layering يعني طبقات الإضاءة اللي عم بتكون بالمشروع حلو إنه يكون عندي بنفس المكان الثلاث طبقات من الإضاءة أو على الأقل نوعين من طبقات الإضاءة الـ Ambient Lighting والـ Accent Lighting أو الـ Task Lighting معهم حسب طبعا كل مكان وكل function إحنا شو بدنا نعمل فيه ولكن هاي من أهم الأشياء بتصميم الإضاءة هو Layering كيف نستخدم أو نوظف الثلاث أنواع هدول من الإضاءة بطريقة صحيحة وبطريقة تبرز جمالية المكان وتحافظ لي زي ما قلنا على مستوى الإضاءة الكافي والمريح للمنطقة نحكي هلأ عن واحد من أهم التعريف اللي لازم نفهمها لما نيجي لتصميم الإضاءة واللي هو التباين أو الـ Contrast بنسميه التباين هو النسبة أو العلاقة بين كمية الإضاءة اللي نازلة على سطح معين مقارنة بكمية الإضاءة العامة في المكان زي لما حكينا قبل شوي عن الـ Accent Lighting قلنا أنه السطوع أو كمية الإضاءة اللي نازلة على مثلاً التمثال بتكون تقريباً ثلاث مرات أكتر من الإضاءة العامة وبالتالي التباين عند هذا المكان بيكون عالي إحنا بشكل عام عيوننا بتلاحظ الاختلاف بكل شيء يعني مثلاً الألوان المختلفة إذا في مكان مثلاً فيه لون موحد وبس مقعة معينة ملونة بشيء مختلف أصفر أحمر هذا المكان معين عطول عيني تلقط هذا المكان برضو التكستشورز المختلفة إذا مكان كله مثلاً بلاط عادي وفيه عندي بس منطقة واحدة فيها حجر مميز عطول العين تلقط هذا المكان ونفس الشيء بالإضاءة عن طريق الbrightness المختلفة بين كل منطقة ومنطقة هذا الشيء بيخلي العين بشكل طبيعي إنها اتميزه وتلاحظ الجمالية فيه طبعاً هذا الشيء كمان بيأثر على انطباعنا عن المكان أو الفراغ اللي موجودين إحنا فيه اللي فيه تباين واضح الإشي الأكيد إنه ما في ستاندرد معينة لنسب التباين يعني كل مكان مختلف عن الآخر لو عم نصمم مثلاً إضاءة متحف رح تكون أكيد نسب التباين فيها مختلفة عن إضاءة المخزن مثلاً لأنه المتحف زي ما قلنا فيه عنا لوحات فيه عنا تمثيل كل هاي لازم توجه عليها إضاءات بشكل أعلى من الإضاءة العامة الموجودة في المكان ولكن في المخزن مثلاً أنا بكفيني إضاءة متوازنة متماثلة بكل النقاط حتى إني أعمل الهدف منها اللي هو مثلاً نضب أغراض ونطلع أغراض وهاي القصص ما بتحتاج إضاءة معينة حتى ننجز هذا العمل وبالتالي ما فيه ستاندرد زي ما قلنا هو كل مكان برجع لشو الفنكشن تبعه شو العمل اللي مرجو أو اللي لازم نعمله بهذا المكان حتى نصمم الإضاءة أو التباين فيه لهون بيكون خلص فيديو اليوم إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا ما تنسوا تدعمونا باللايك الشير السبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب والفولو لمنصاتنا بإنستغرام وفيسبوك لحد ما ننزل الفيديو الجاي ضلوا بخير وبأمان واستنونا سلام